موسيقى السلام عليكم في زيارة محملة بالدلالات والأبعاد تطأ قدمان رئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أرض سوريا في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011 وليست الزيارة ما يحمل المعاني السياسية والاستراتيجية فقط بل ما وصفه رئيسي بعيد وصوله دمشق بانتصار سوريا بالرغم من التهديدات والعقوبات في مبنى الكلمة ينسب الانتصار إلى سوريا ولكن في معناها هو الإيران التي وقفت بحرس ثوري وأموال اقتطعتها من أفواه الإيرانيين الجائعين لتسد بها جوعة براميل النظام السوري من المتفجرات ومدافعه من الذخائر كما تصدح بذلك حناجر المتظاهرين في شوارع إيران تكتسب زيارة رئيسي أهمية في ظل تفاعلات سياسية كبيرة في المنطقة من حيث محاولات تجريها دول عربية وأخرى إقليمية للتقارب مع النظام السوري الذي يتمنع تمنع الراغبين حتى الآن كيف تفهم هذه الزيارة في سياق إقليمي وأي أثر ستحدثه على محاولات دول عربية احتواء رئيس النظام السوري بشار الأسد هذا ما ستركز عليه حلقة اليوم من حديث العرب أهلا بكم الحرب ضد سوريا منذ 12 عاما لم تتردد إيران في الوقوف إلى جانب سوريا بالرغم من التهديدات والمغريات أيضا ولم تتردد في تقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي بل قدمت دماء لم يخجل رئيس النظام السوري من تقديم فروض الولاء والطاعة للرئيس الإيراني أمام الكاميرات فالرجل يشعر بدين في رقبته باتجاه طهران التي كانت سببا في بقائه على رأس عمله وكيلا لها في سوريا على الجانب الآخر فإن الملف الاقتصادي حضر بقوة في أجندة إبراهيم رئيسي على طاولة لقائه بالأسد في دمشق فرئيس الذي تعاني بلاده من أزمة اقتصادية خانقة إثر العقوبات الغربية المتتالية على طهران في خطة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم الذي ترعاه إيران وجد رئيسي ملاذه في دمشق حديقة بلاده الخلفية للهروب من العقوبات الغربية الرئيس الإيراني وصل إلى دمشق وفي حقيبته عدد من الاتفاقيات الاقتصادية على الأسد فقط أن يوقعها هو وزراؤه لكن الملاحظ أن هذه الاتفاقيات حملت وسم التعاون الاستراتيجي الشامل طويل الأمد ما يعني أن إيران التي ترى في سوريا الأسد عاصمة ثانية لها تؤكد وجودها باتفاقيات يصعب الانفكاك منها حتى ولو رحل حليفها اتفاقات رئيس التي وقع عليها الأسد تتضمن قطاعات الكهرباء والنفط والفوسفات ومن غير المستبعد إحياء الاتفاقات السابقة التي لم تنفذ مثل اتفاق أحداث مصرف إيراني في سوريا أو منح طهران استثمار الشبكة الثالثة للهاتف المحمول وكلها قطاعات مهمة وحساسة تأتي بتزام مع التطبيع العربي مع نظام الأسد وأما للأخير في دخول بلاده مرحلة إعادة الأعمار بأموال العرب المطبعين يرى المراقبون أن تصريح رئيسي أثناء زيارته لدمشق بأن ما جرى في سوريا بأنه انتصار للأسد رغم التهديدات والعقوبات إنما هو في الأصل انتصار لبلاده التي استطاعت أن تدعم الأسد بالرجال والسلاح ليبقى رغم الثورة والعقوبات ما يعني أن الرجل قصد أنه على بشار أن يدفع ثمن ما قدم الطهران حتى ولو على المدى الاستراتيجي الذي وصفت به الاتفاقيات التي وقعها الأسد موضوعنا هذا نضعه للبحث والتحليل بين يدي ضيوفنا الكرام في الاستوديو مع حفظ الألقاب طبعا نصر الحريري الرئيس السابق للإتلاف الوطني السوري وعبر سكايب من اسطنبول باس الحفار مدير مركز إدراك للدراسات كذلك عبر سكايب من تونس العاصمة عباس الكعبي الكاتب الصحفي أهلا بالضيوف جميعا نبدأ معك أستاذ نصر يعني أي قراءة أولية يمكن أن تقرأ بها هذه الزيارة لرئيس إيراني يأتي لأول مرة منذ اندلاع الثورة السورية قبل 11 عاما نعم حياك الله أخير أستاذ جهاد والأخوة الأفاضل والمشاركين في البرنامج والأخوة الحضور طبعا لا أريد أن أستطرد كثيرا في الدور الإيراني الذي تم في سوريا دعما لنظام بشار الأسد ومليشياته في قمع الشعب السوري وباعتقادي اليوم ما جرى زيارة أولى بعد 12 سنة آخر زيارة كانت بنهاية عام 2010 لرئيس إيراني على الرغم من أنه بشار الأسد سيقة مرتين إلى طهران عام 2019 وعام 2022 هي كانت أشبه ما تكون بمراسم تدشين العاصمة الرابعة التي طالما تغنى الإيرانيون بها بأننا نسيطر على أربع عواصم عربية الرئيس الإيراني والضخ الإعلامي الكبير الذي رافق الزيارة يعني أراد من خلاله أن يوصل رسائل متعددة أقلها هي الرسالة العسكرية لأن الرسالة العسكرية لا تحتاج إلى فائض شرح فالمليشيات المنتشرة على الأراضي السورية ونقاط حزب الله الموجودة على الحدود وعمليات تهريب السلاح والمخدرات ووجودها الآن في دير الزور والبوكمال هذا يعني لا يحتاج إلى رسائل إضافية لتثبيته أما الرسالة الأساسية التي أريد إيصالها إلى السوريين وإلى المنطقة وإلى العالم باعتقادي يمكن اختزالها بما يلي أولا رسالة سياسية أعلن فيها الرئيس الإيراني بأنه ساعد سوريا وانتصروا في حربهم على الإرهاب وعلى الدول التي تدخلت في سوريا والرسالة الثانية هي مهمة لإيران ويدل على ذلك الوفد الاقتصادي الكبير الذي رافق الرئيس الإيراني في زيارته فإيران هنا تريد أن تأخذ ما قدمته للنظام السوري والنظام السوري اليوم ليس بحوزته جيد فقسم من سوريا اليوم تحت سيطرة قسد والولايات المتحدة الأمريكية وهو قسم حيوي من الشيط الكردية تقصد نعم من الشيط البي وي دي قسد حزب العمال الكردستاني وهذه المنطقة حيوية فيها النفط وفيها الغاز وفيها الحبوب وفيها القمح وفيها الماء وفيها كتلة بشرية كبيرة وقسم ثاني تحت سيطرات الجيش الوطني الجيش الحر وكذلك تركيا في الشمال السوري وما بقي من ميزات لدى النظام السوري أصلا تقاسمتها سابقا إيران وروسيا وروسيا بالحد الأكبر فهي اليوم تريد إيران أن تستحوذ على ما يمكن الاستحواذ عليه كجزء من القروض التي قدمتها للنظام في حربه المستمرة ضد الشعب السوري ونقطة إضافية أنا أعتقد أن إيران اليوم لديها على الرغم من محاولة الثقة أو محاولة يعني أعطاء الانطباع بالثقة من خلال الزيارة ومرافقها هي لديها خشية من أن دخول بعض الأطراف اليوم وخاصة العربية إلى سوريا إلى دمشق عبر يعني تبريرات مختلفة ربما هذا يجعلها في موقع ضيق مستقبلا هذا سنتطرق إليه بشيء من التفصيل تماما الرسالة الثالثة وباعتقادها كمان مهمة هي كانت من أجل يعني محاولة إعطاء انطباع بوضع الدمغة الأخيرة على محاولات التغيير الديمغرافي التي قامت بها إيران في سوريا فشاهدنا عبارات طائفية وأناشيط طائفية وإشادة بالاحتفالات التي قام بها الرئيس الإيراني المجرم إبراهيم رئيسي إلى السيدة زينب وإلى مقام السيدة رقية يعني إشادة وتغني بوجودهم في اليمن ووجودهم في لبنان ووجودهم في سوريا بعد أن هجروا منها 14 مليون طبعا هذه الرسائل لا يعني بالضرورة أنها صحيحة طبعا في قل رسالة من الرسائل هناك تفنيدات بأنواقع الحال ليس كذلك حتى وإن بدأ أن إيران الآن تتفوق من خلال محاولة بعض الدول المصالحة معها أو من خلال محاولات التطبيع مع النظام السوري لأنه فعلا واقع الحال العسكري والسياسي والعقوبات والعزلة الدولية وفشل الوصول إلى الاتفاق النووي والحال الداخلي للشعب الإيراني داخل إيران يعني يقول غير ذلك لكن الرئيس الإيراني رافقه وفد كبير إلى سوريا وهنا دعني أسأل الأستاذ عباس الكعبي ما طبيعة الملفات التي جاء إبراهيم الرئيسي الرئيس الإيراني على رأس وفد كبير حتى يبحثها مع النظام السوري تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولضيوفكم الكرام كذلك أذا ما أردنا الحديث حول زيارة رئيس الكيان الإرهابي الإيراني إلى سوريا مؤخرا فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار التصريحات التي سبقت هذه الزيارة فعلى سبيل المثال المدعو حشمت الله فلاحة فيشا وهو الرئيس الأسبق لجنة الأمن القومية التابعة للبرلمان الكيان الإيراني أكد بأن إيران لديها 30 مليار دولار ديون على سوريا وقال بأن روسيا تمكنت من الحصول على جميع طلباتها أو مطالبها أو ديونها ولكن سوريا أو بشار تخلف عن الوعود ولم يفي بعهوده ووعوده تجاه إيران فيما يتعلق بهذه الديون إذن هذه النقطة النقطة الأخرى أيضا أحد مستشاري الرئيس الكيان الإيراني وكذلك أحد مساعديه قال كلا الأثنان بأن تنوي إيران أو تطمح إيران بالوصول إلى أن يكون لها مبطأ قدم على البحر المتوسط وكذلك الارتباط أو التواصل مع القارة الأوروبية عبر سوريا ثم البحر الأبيض المتوسط أيضا فريدون عباسي وهو من دوب مدينة كازرون في البرلمان للكيان الإرهابي الإيراني قال بأن لو لا الدعم السخي الإيراني السياسي والعسكري وإرسال القوات العسكرية لسوريا لما تمكن بشار من الثبات في الحكم وعلى سدة السلطة والحكم في سوريا هذا أولا يعني يؤكد بأن هناك إرسال قوات عسكرية وينفي الأكاذيب الإيرانية الباطلة حين كانت تردد إيران دائما بأنها ترسل مستشارين عسكريين وسياسيين لا أكثر ولم ترسل قوات عسكرية من ناحية أخرى أذر أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الوفودة المرافقة لإبراهيم رئيس الكيان الإرهابي الإيراني وهي وزير الخارجية وزير الدفاع وزير الطرق والاتصالات ووزير النفط خاصة فهذه الوفود أولا تحمل رسالة إلى العرب وكأن هناك علاقات يعني العلاقات فيما بين ظهران ودماجد تدخل مرحلة جديدة طورا جديدا وكأنها علاقات عادية مثلها مثل أي علاقات يعني مصلحية بين كافة الدول العالم أو أي دولتين في العالم ولم يكن يرافق مثلا إبراهيم قادة من ما يسمى فيلق القدس الإرهابي أو الحرص اللاثوري الإيراني وغير ذلك إنما تبدو أنها علاقات طبيعية ولكن الأهم من كل هذا هي النقطة المتعلقة فيما يتعلق بالمجموعات الثمانية التي رافقت إبراهيم لدمشق والأهم من كل هذا هي المجموعة الثانية التي تتعلق تهم الإعلام والمتاحف والآثار والبحث العلمي وخاصة ما تسمى بالسياحة المذهبية فهذه هي الأخطر وربما هذه هي الأهم هذه تأتي كما تفضل ضيفكم بهذه تأتي وكأنها الدمغة الأخيرة لتشيع المنطقة لتغيير العامل الديمغرافي في سوريا وزيارته إلى ما تسمى بالمراقد الشيعية الموجودة في سوريا هذه السياحة الدينية تحدث عنها وزير التجارة السوري في مباحثاته مع وزير الطرق الإيراني وقال هذه ضمن الملفات التي تخضع للتفاوض ما بين النظام السوري والنظام إيراني لكن هذه الزيارة لا يمكن عزلها عن متغيرات سياسية كبيرة في المنطقة أسأل عنها باسل في إسطنبول برأيك هذه التغيرات التي تتمثل في خطة تحثها الدول العربية سعيا للتقارب مع النظام السوري أي معاني يمكن أن تفهم هذه الزيارة من خلال هذه المتحولات في المنطقة؟ نعم أهلا بك أردهاد وتحية لك ولمشاهديك الكرام والضيوفك الأكارم الحقيقة في مجموعة كبيرة من المتغيرات التي تجري في هذه الفترة والتي تأتي الزيارة في وسطها وقد يكون بعضها مرتبط فعليا بموضوع الزيارة وبطبيعة الزيارة وبعضها قد يكون تشابكة بشكل غير مباشر مع سياقات الزيارة أولا نحن لا بد أن ننبه أن هذه الزيارة كانت مقررة عشية عام 2023 لكن تم تأجيلها وفي وقتها تم تعديل هذه التأجيل بأنه لظروف خاصة بإبراهيم رئيس نفسه وهناك من ينحى أو يذهب باتجاه أنه جرى تأجيل الزيارة بسبب الظروف الداخلية لإيران بينما تشير كثير من التوقعات إلى أنه جرى تأجيل الزيارة بسبب الظروف تتعلق بالوشهد السوري ذاته في ذلك الوقت وطبيعة التوافقات أو بعض الترتيبات التي كانت مرجوة من الزيارة في وقتها ولم يحصل اتفاق بخصوصها بشكل كامل فتم تأجيل الزيارة للعمل لها خلال منذ ذلك الوقت حتى ثلاثة أيار عندما حدثت هذه الزيارة حدثت العديد من التطورات منها التحرك العربي باتجاه الانفتاح على النظام خصوصا السعودي منه ومنها اللقاءات التي حصلت في المنظومة العربية وآخرها اللقاء الخماسي في عمان ومنها أيضا اللقاء الرباعي في موسكو بين التركيا وروسيا وإيران والنظام والعديد من الترتيبات الأخرى منها مثلا التصعيد في الضربات الإسرائيلية على النقاط الإيرانية والمواقع الميليشيات في سوريا ومنها ما يتعلق أيضا بزيارة وفود من لبنان والتي تعاني من أزمة رئاسية إلى سوريا قبل الزيارة بفترة قصيرة بين هذه الزيارة وبين هذه التحولات بين سعي الدول العربية نحو التقارب مع دمشق هل نوع من أنواع العلاقة يمكن ربطه بين هذه وتلك؟ ضمن هذه التحولات كلها يبدو النقطة المتعلقة بالعلاقة أو الاتفاق أو التهدئة الحاصلة أو التي تم التوصل إليها بشكل أو بآخر بين سعودية وإيران من أكثرها قربا من ظروف الزيارة خصوصا أنه تشير بعض المعلومات أو العديد من المعلومات إلى أنه كان من ظروف أو من تبعات أو من ترتيبات هذه الهدنة هو الفصل بين الدور الإيراني المؤذي بين قوسين بحسب ما وصلت الدور الإيراني المؤذي لدول الخليج ودول المنطقة والتواجد الإيراني في سوريا وهذا اعتبره الإيرانيون نوعا من التطور أو التقدم الكبير في طريقة أو نظرة دول الخليج أو دول المنطقة لدور الإيراني وعلى أثره اعتبر الإيرانيون وحتى النظام في سوريا أو علاقة الظاهرية لأن زيارة الرئيس إيران إلى سوريا لا ترتطم أو تتصادم مع التوجهات والاتفاقات أو ما يطلب من النظام بخصوص إعادة ترتيب العلاقة مع إيران وتحجيم الدور الإيراني على اعتبار أن المقصود من وجهة نظر النظام بتحجيم الدور الإيراني هنا هو تحجيم الدور الإيراني المقلق لدول الخليج أما الدول الإيراني مقصود بالذي تضمن التمدد في الوجود السوري على شكل الاتفاقيات والتعاون والتنسيق على مثل ما حصل مؤخرا في مجال الطرق والبنوب والاقتصاد وقبلها كان في مجال التعليم وغيرها في بعض مجالات الحول كما أن هذا لا يشمل أو ليس مقصودا بموضوع تحجيم وجود الإيراني في السياق ذاته وأنا أسأل الدكتور نصر يعني تعرف أنت أن اجتماع عمان وزراء خارجية عرب اجتمعوا مع ممثلي وزير خارجية النظام في عمان وسرب من أن هذا الاجتماع كان يعني تقديم إغراءات للنظام السوري بأن العرب قد يتكفلون بإعادة الإعمار وقد يمدون النظام بالأموال اللازمة شريطة تحقيق مطالب معينة بغض النظر عن طبيعة هذه المطالب وإذا ما كان لديك معلومات عنها هل هذه الزيارة مرتبطة بنوع من التحرك الاستباقي للإيرانيين للتغطية على محاولات عربية لاحتواء النظام؟ بالتأكيد يعني إحنا اليوم تسلسل الأحداث يعني فيما يتعلق بهذا السؤال طبعا أولا هو يعني غياب الدور الأمريكي واستياء دول المنطقة من ذلك اثنين مبادرات إقليمية وعربية ذهبت باتجاه أولا التفاهم أو التهدئة مثل ما تفضلوا الإخوة التهدئة مع إيران ثم جاءت محاولات التطبيع اليوم ما يدور في الاجتماعات وحتى على الإعلام بأن محاولات كثير من الدول هي للدخول في هذا الفلك الذي يدور في سوريا وبالتالي عدم ترك الحيز مفتوحا بشكل حر وسهل أمام إيران وميليشياتها لتغلغل في الدولة السورية وفي المجتمع السوري وفي الديناميكية الموجودة داخل سوريا وهذا الأمر بطبيعة الحال تستشعروا إيران أو حتى تسمعوا لأنه هو كلام صريح الآن الخطوات العربية هي عبرت عن نفسها بأنها يعني محاولة متدرجة للوصول إلى حل في الملف السوري وهذا الحل يمر عبر مراحل متعددة إنسانية تتمثل كما تفضلت بتقديم المساعدات والمساهمة في إعادة العمار وإعادة تأهيل البنى التحتية والمساعدات الإنسانية وإلى آخره وبعد أمني وفي هذا مطلوب من النظام مجموعة من المطالب على رأسها ضبط الحدود والسلاح والبنشيات والمخدرات وعلى أمل أن يقدم النظام تنازلات سياسية ويسعى للوصول إلى الحل السياسي عبر تطبيق ٢٢٥٤ هنا جاءت زيارة إبراهيم رئيسي إيران لا تخجل في دستورها تقول بأنه هي تتبنى نظرية تصدير الثورة الإيرانية ومحاولة السيطرة على المنطقة وكذلك سياسات العدوانية والتدخل في شؤون الدول الأخرى أوضح من أن يشرح الآن في حلقة فبالتالي جاءت هذه الرسالة حتى يعني أولا تقول للجميع بأنه أنا الآمر الناهي في سوريا وبأنه أي محاولة لجذب بشار الأسد لإحداث نوع من التوازن مثلا في علاقة سوريا مع محيطها العربي ومع إيران هي محاولات فاشلة لأنه أنا الآن اللي موجود في سوريا وأي محاولات للدخول في إعادة الإعمار أو الدخول في اتفاقيات اقتصادية مع النظام هي مقفلة إلا علي أنا من أقوم بذلك أو ما أسمح أنا بالقيام فيه لذلك إذا لاحظنا بالزيارة كان في تجديد على البعد الاقتصادي وفي عبارات مكررة على موضوع الإعمار وإعادة الإعمار ونحن يا بشار الأسد كما ساعدناك في حربك على الشعب السوري وقتله نحن الآن سنقوم بإعادة الإعمار على الرغم من أنه يعني وضع إيران يعني وضع جدا مزري وهم يعني يجعلون الشعب الإيراني يعيش في فقر متقع الآن من أجل القيام بسياسات المعدوانية إنما هي كانت رسائل سياسية بأنه إيران التي أطبقت على نفوس السوريين وعلى الفضاء وعلى الحيوية السورية لن تسمح بدخول أي عناصر غريبة حتى لو حاول أي طرف من الأطراف بفعل ذلك تستغل إيران في هذه الفترة يعني ما بدي أقول ربما ضعف أو يعني أي ضعف نسبي في الدور الروسي في سوريا لاحظ أن دول المنطقة أغلبها لا يطالب مثلا يعني بتقليل الفعالية الروسية أو بعد النظام عن روسيا في حين أن الجميع يطالب النظام بالخروج من الحضن الإيراني فانشغال روسيا اليوم في أوكرانيا في صراعها مع الغروب أعفوا أستاذ نصر قد يقول قائل أنه ليس بسبب ضعف الدور الروسي في سوريا بقدر ما أن المشروع الإيراني في سوريا مشروع إحلالي بينما المشروع الروسي هو مشروع سياسي خاص بأجندة سياسية تماما يعني على الرغم من ذلك تشعر أحيانا أن روسيا كانت تضع بعض الضوابط للدور الإيراني على الرغم من أنه من البداية الدور الإيراني هو أقوى من الدور الروسي لماذا؟ لأنه في انتشار لعشرات ألاف الميليشيات في سيطرة عسكرية برية في حين أن روسيا عمدت إلى تأمين الغطاء الجوي المتوحش الهمجي الذي يستهدف المدنيين بشكل عشوائي ولوله ما بقيت تمام ولوله ما بقيت طبعا أصلا قاسم سليماني هو من طلب من بوتين التدخل في سوريا فالآن إيران تحاول استغلال هذا الانشغال الروسي بحربها مع الغرب وشؤونها الداخلية من أجل تعزيز نفوذها داخل سوريا وقطع الطريق سواء كان على الجانب العربي أو على الجانب التركي أو على أي جانب أن يدخل إلى الساحة الروسية السورية التي تعتبرها ملكة الحصرية لها نعم اللافت أن الإيرانيين عبر منافذهم الإعلامية روجوا لأن هذه الزيارة ستكون نقطة تحول حاسمة في المنطقة نريد أن نبحث هذا الكلام على بمزيد من التحية ولكن بعد وقفتين قصيرة نصلت الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول كل ذلك في برنامج تحت الضوء نظر الواقعится م Alison من جديد في الحديث عن مدلولات وأبعاد زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا وتوقيع مذكرة تفاهم شاملة وطويلة الأمد سريعا أذهب إلى تونس أستاذ عباس وسائل الإعلام المحسوبة على إيران اجتهدت ونشطت في الترويج لهذه الزيارة وصفة إياها بأنها تاريخية وبأنها ستشكل نقطة تحول حاسمة في المنطقة كيف يمكن توصيف هذا المعنى أو فهم هذا التوصيف من جهات محسوبة على إيران نعم هذا التضخيم لهذه الزيارة يدل على أن النظام الكيان الإيراني هو بأمس الحاجة إلى إيهام الشعوب المتواجدة ضمن هذه الجغرافية إلى تحقيق مكاسب أو انتصارات خاصة بعد العزلة الكبيرة التي عاشها ويعيشها هذا الكيان من ناحية بعد الانتفاضة الطويلة وهي أطول الانتفاضات منذ تولي هذا النظام السلطة حتى يومنا هذا الاحتجاجات حط هيبة وثقوط هيبة الدولة ورموز هذا النظام الأضرابات العمالية السلطة عباس لماذا تقول بأن وسائل الإعلام تضخم عندما تقول بأن هذه الزيارة تاريخية لماذا تقول بأنه تضخيم يعني ما الذي خسرته إيران حتى الآن باستثناء عقوبات فرضتها أمريكا على الأرض الواقع إيران تتمدد في المنطقة بمشروعها السياسي ومشروعها الأيديولوجي وتسيطر على دمشق وتسيطر على العراق وعلى اليمن وعلى لبنان يعني لماذا تضخم لماذا لا يكون توصيفا حقيقيا كيف ينبغي أن يفهم عربيا أقول بأنها تضخم لأن هذا النظام مهزوم داخليا تماما وتماما كما قدمتم في تقريركم فهي تأنت تحت وطأة الأزمات الاقتصادية المتتالية الأزمات المالية أزمة اجتماعية انهيار اجتماعي ثقافي سياسي اقتصادي على كافة المستويات يعني الآن المظاهرات والأضرابات العمالية متواصلة في قطاع النفط وفي قطاع المنابع والمصانع والصلب والحديد وغيرها من القطاعات الصناعية الآن الإعدامات على أشدها الآن يعني الهجومات اليومية المستمرة ضد مدارس الفتيات والأطفال خاصة بالكيميائي فهذا النظام يأنت تحت وطأة كل هذه الضغوطات لذلك فهو بأمس الحاجة إلى يعني الإيهام لهذه الشعوب بأنه يحقق انتصارات ومكاسب وخاصة مكاسب التي كثيرا ما تلقى الانتقادات الشديدة عليها لوقوفه إلى جانب نظام بشار أليس بقاء النظام السوري في مكانه وتقرب الدول العربية والإقليمية منه أليس مكسبا إيرانيا بالمعنى الاستراتيجي؟ هو أكبر مكسب إيراني بطبيعة الحال ونحن نعرف أهمية سوريا بالنسبة لإيران والدليل على ذلك أن عدد المسؤولين الإيرانيين كانوا قد أكدوا بأننا أذا ما خسرنا سوريا فأننا سنخسر الأحوال وأن عدو سيصل إلى طهران فلذلك علينا أن نضع كل ثقلنا وأن نبدل فصار جهدنا بأن لا نخسر سوريا بأي حال من الأحوال فمن هذه الناحية الزيارة تبدو مهمة من ناحية أخرى لماذا يقولون بأنها نقطة تحول؟ بيّنت سابقا بأنهم يطمحون أن يكون لهم موطئ قدم على البحر الأبيض المتوسط والارتباط بالقارة الأوروبية أيضا يطمحون إلى مد سكك الحديد والقطارات من جغرافية إيران من شمالها إلى جنوبها إلى منطقة الشلامشة الحدودية مع العراق وتمر من العراق ثم تصل إلى ميناء اللاذقية من هذه الناحية إحياء الخطوط الملاحة الجوية والبحرية إرسال ألف زائر بتحت ذريعة السياحة المذهبية أسبوعيا إلى دمشق أيضا من ناحية أخرى والنقطة المهمة جدا هناك كإحياء ما يسمى بطريقة الحرير الذي أصبح اليوم روسيا صينيا ولم يبقى صينيا فقط وهو الممتد من الشمال إلى الجنوب من ميناء ستراسبورغ ثم إلى أسراخان الروسية ثم عبر آذربيجان وعبر جغرافية ما تسمى بإيران إلى بومباي إلى المنطقة العربية والعكس صحيح أيضا ولكن هناك يعني عرقل في هذا الطريق طريق الحرير وهي جمهورية آذربيجان التي تعرقل هذا الطريق وذهبت إيران كما تفضل ضيفكم لقطع الطريق أمام التقارب التركي السوري لأن تركيا هي التي تريد أن تكون همزة الوصل على هذا الطريق وأن لا تفتح المجال أمام إيران طيب أريد أن أسأل باسل في إسطنبول وفق تسلسل الأحداث التي سبقت هذه الزيارة هل يمكن القول بأن هذه الزيارة أحدث تعبير عملي على استقرار النظام وتثبيته وأن أي تغيير سياسي في سوريا ذي بال لا بد أن يمر عن طريق إلا أن يمر عن طريق طهران نعم الحقيقة هذا النوع من الطرح هو طرح يعني ليس جديدا ولا يحتاج هذه الزيارة وإن كان هذه الزيارة ربما تكون من أغراضها التأكيد على هذا الطرح لكن هذا الطرح بدأ منذ مشاركة إيران في تفاصيل بعض اللقاءات والمحادثات الثنائية والثلاثية بخصوص الوضع في سوريا سواء كان أستانا وسوتي وما بعدها وما تلاها وما بينها وخلالها كان واضحا أن الرسالة الإيرانية هنا للمجتمع الدولي والمنطقة والقليل أن إيران لن تسمح بتمرير أي تفصيلة حتى لو كانت أشياء لا تتعلق بمشهد الحل الكامل حتى التفاصيل الصغيرة على مستوى وقف إطلاق نار أو على مستوى تثبيت مناطق نفوذ أو ما شبه بدون مشاركتها وبدون أن تمر من خلالها تحديدا وبموافقتها وحتى بعض التفاصيل أو بعض الأشياء التي مرت من خلال تفاهمات ثنائية تركية روسية مثلا أو ما شبه جرى يعني لاحقا من خلال الطرف الإيراني التعرض لها إما ميدانيا من خلال إشراك الميليشيات ومواجهات معينة مثلا ما حصل على بعض مناطق النفوذ أو من خلال استدراك هذا الأمر من خلال الاجتماعات لاحقة مع الطرف الإيراني مع الإيرانيين أصدوا فيها خلالها الإيرانيين على إعادة فتح بعض الملفات التي جرى اتفاق عليها أو جرى التفاهم عليها بين أطراف معينة دون وجودهم لذلك أقول أن الرسال الإيراني بهذا الخصوص أو إصراء الإيراني أو توجه الإيراني بهذا الخصوص بدأ من فترة وليس الآن لكن بالتأكيد الزيارة الحالية تحمل في أحد أبعادها التأكيد على هذا الأمر هنا في نقطة مهمة أود الإشارة إليها إلى أنه خلال الفترة الماضية كل التحركات الخاصة بالنظام يعني مثلا لما استجاب النظام للقاء التركي على مستوى وزراء الدفاع الأول وقبل بعض التحركات اللي جرت من طرف النظام كان دائما هناك تحرك موازن من طرف النظام باتجاه إيران إما زيارة لمسؤول كبير مثل زيارة علي ممنوك أو زيارة مسؤولين آخرين وبعضها تطلب زيارة من رئيس النظام نفسه بشار إلى إيران لطمأنة الإيرانيين من ناحية لوضعهم في الصورة من ناحية أخرى وللتأكيد ظاهريا وحتى بالترتيب الأوراق الداخلية بين هذا المحور على أنه النظام لا ينوي أو لا يفكر أو لا يقوم بعملية التفاف أو اتعاد عن إيران خصوصا وأن إيران تشكو في السري والعالم من أنه أو تقطح بالسري والعالم من أنه النظام لم يوفي بالتزاماتها معه وغالبا يشير هذا الأمر إلى التزامات المادية وغير المادية من طرف النظام الآن ذهاب الإيراني نفسهم باتجاه النظام وهذه الزيارة سبقها زيارة مجموعة مسؤولين توقيع اتفاقيات كما قلت قبل قليل كان آخرها مع وزير النقل والتخطيط أظن وكان في زيارات لوزير الخارجية وكان في عدة زيارات لإسماعيل قاني الإستحارة الثورية ذهابوا باتجاه سوريا يذهب أكتر باتجاه أنه إيران دخلت برحلات ما تصفه بعض اليوم جهات إيرانية أو صحف الإيرانية قطف الثمار بمعنى أنه هناك استثمار يعني تعتبر ما حصل خلال فترة الماضية في سوريا وتحركاتها في سوريا نوعا من الاستثمار بشكل معين بالمشهد السوري وبالأحداث والتقلبات المشهد في المنطقة ثم الآن هي تدخل أو تحاول أن تخرج الموضوع على أنها دخلت إلى مرحلة قطف ثمار هذا الاستثمار من خلال تحويل الوجود الإيراني إلى وجود مقنن مرتبط باتفاقيات مرتبط بتفاهمات متداخل من خلال سياقات في قطاعات الدولة المختلفة تعزيز هذا التداخل وتحويله إلى إجراءات عملية ووضعه ضمن قنوات اتصار رسمية وغير رسمية ويعززها أو يعني تصل دروتها في زيارة رئيس إيران إلى سوريا في عملية جني الثمار أستاذ نصر ومن ضمن ذلك حصول إيران على حصة كبيرة في قضية إعادة أعمار سوريا من الناحية العملية هل يمكن أن تضع سوريا قدميها على طريق إعادة الأعمار في ظل ممانعة أو فيتو أمريكي وأوروبي نعم يعني إيران أولا بداية استثمرت كثيرا في الملف السوري اليوم يعني هم يعلنوا 30 مليار دولار لكن أعتقد أنه ربما تكون الأرقام أكثر من ذلك بكثير السلطات الإيرانية تراعي وضعها الداخلي ربما ولو قليلا لا تريد الإفصاح عن الأرقام الحقيقية لما تم الاستثمار فيه بسوريا في مساعدتهم للمجرم بشار الأسد في قتل السوريين فاليوم من ناحية ضمن سياسة ونهج قطف الثمار إيران تريد أن تضمن أن ما دفعته من أموال سيعود إليها فبالتالي ذاهب إلى مزيد من السيطرة في بنية المجتمع والاقتصاد والدولة السورية بطبيعة الحال اليوم لم يبقى بيد بشار الأسد حتى يبيعوا لإيران إلا ربما الجبال والأنهار والطبيعة والأراضي حتى وزير النقل والطرق قالها قبل فترة قريبة بأننا دفعنا أموال باهظة في سوريا ونريد مقابل هذه الأموال أراضي وهذا طبعا يساهم في تمكين القبضة الإيرانية في سوريا والقضية الثانية هي بعيد عن ما استثمرته إيران هي حصتها في إعادة العمار وبطبيعة الحال هي تريد أن يكون لها الحصة أكبر في موضوع إعادة العمار هو سؤالي عن إعادة العمار في سوريا هل من النحية العمالية ممكنة؟ يعني اليوم للأسف الشديد الحال الذي وصلناه هو بسبب النهج الذي اتبعته اشتبعه المجتمع الدولي عموما وليات المتحدة خصوصا في طريقة أو في اتباعها نهج إدارة الأزمة بدلا من مساعدة الشعب السوري في ثورته للوصول إلى الانتقال السياسي في سوريا وضمن هذه يعني الإدارة إدارة الأزمة كان يعني الدور المأمول لسياسة العقوبات التي انتهجتها ضد سوريا لم تكن بالمستوى المطلوب حتى أن هناك انتقادات كبيرة جدا بأنه نعم الإدارة الأمريكية تسن القوانين من أجل العقوبات لكن من ناحية أخرى هي تكون متراخية جدا في تطبيق هذه العقوبات من ناحية أخرى من ناحية أخرى ماذا عن سؤالي عن ناحية العملية هل يمكن البدء بإعادة أعمار السياسي في المرحلة الرهينة أنا برأيي يمكن أولا لأنه سياسة العقوبات غير مجدية التي تتبعها لها المتحدة الأمريكية اثنين اليوم يعني بدأ حراك في المنطقة أوسع من ذي قبل الصين وروسيا وإيران ودول أخرى حتى دول المنطقة أصبحت تتصالح مع إيران وهذا سيفسح المجال أمام يعني حراك اقتصادي وإعادة تعافي وإعادة أعمار تتجاوز العقوبات الموضوعة من قبل المجتمع الدولي على النظام السوري وبالتالي نعم إذا كانت الدول تريد أن تكون جادة في هذا الطريق يمكنها فعل ذلك ولو بشكل محدود وهذا سيكون له خطر كبير من ناحية إرسال رسالة للنظام وحلفائه بأنه كل ما تم ارتكابه ضد الشعب السوري اليوم تمت المسامحة به بالعكس يعني مفتوح لكم الطريق لارتكاب مزيد من الجرائم وابتعادهم عن المحاسبة وعن العدالة الانتقالية وسيكون مصير الحل السياسي اليوم بالفراغ لأنه ما الرادع وما الحافز الذي سيكون لدى النظام السوري وحلفائه من أجل الوصول للحل السياسي وهذا يمكن أن ينتج مزيد من الاترابات السياسية والشتماعية سواء في سوريا أو في الإقليم لكن دعني أذهب إلى تونس أستاذ عباس الرئيس الإيراني جاء بوفد كبير حوى رؤساء مصارف رجال أعمال وزارة الاقتصاد إلى آخره الهدف هو تقديم الدعم للنظام السوري في ظل وضع إيران الراهن من عقوبات وحصار اقتصاديا عليها وشارع ينطفض بين الفينة والأخرى في التظاهرات عنيدة وعملة إيرانية متردية للغاية منهارة هل تملك إيران الملاء المالية أو الاقتصادية الكافية لدعم نظام مثل النظام السوري يعني عاريا من أسباب المالي والاقتصادي والقوة قد لا تقيم هذه المنشآت والاستثمارات بأموالها إنما تطرقتم إلى قضية إعادة الإعمار وكان من المقرر بأن يزور إبراهيم سوريا منذ عام ولكن تأجلت هذه الزيارة حتى تكتمل المفاوضات مع الأطراف العربية بين الكيان الإيراني وهذه الأطراف والتطبيع العربي مع إيران وعلى إثر ذلك ستتم عملية مناقشة عملية إعادة الإعمار ولا شك بأنه تم الحديث منذ أكثر من عام عن إعادة الإعمار في سوريا وعن تدفق الأموال العربية نحو سوريا فسوريا مدانة لإيران بعشرات مليارات الدولارات وقال حسن عباسي وهو باحث في أحد مراكز الدراسات السابعة للحرص اللاثوري الإيراني بأننا إذا أنفقنا دولارا واحدا في العراق وأنفقنا دولارا واحدا في سوريا فسنجني من هذا الدولار الواحد مقابله ألف دولار عذرا وقال أكد يعني إذا أنفقنا دولار فسنجني ألف دولار وأكد بأن عندما أنفقنا سبعين مليون دولار فقط لمحاربة كما زعمه ومحاربة داعش التي هم أفتعلوها في العراق فجنينا صفقة بـ 14 مليار دولار وهكذا سنفعل مع سوريا ولكن لأن سوريا لا تمتلك الأموال لتسديد ديوننا فأننا سنفرض عليها عقود طويلة الأمل إلى 60 أو 70 سنة مستقبلية بموجب استثمارات وهناك حديث عن الضيف قال بيع سوريا أراضي لإيران إنما هناك حديث عن منح إيران 5000 هكتار من أجود الأراضي الزراعية خاصة وأن هناك أزمة جفاف داخل جغرافية ما تسمى بإيران 65% من سدود الموجودة ضمن هذه الجغرافية هي تحت المعدل بكثير منسوب المياه فيها تحت المعدل بكثير هناك تأن اقتصاديا لذلك هذه الزيارة تبدو مهمة لإنشاء مشاريع بأموال الآخرين وليست بأموال إيرانية بمعنى آخر اكتمال عذرنا النقطة الأخيرة وهذا يعني رسالة تحذيرية إلى كافة الأشقاء العرب بأن إيران زاحفة لتكميل مشروع ما يسمى بالهلال الشيعي وعينها على الأردن ولبنان لمد طريق سكك الحديد من الشلامشة إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان وإلى الأردن بأسل في ضوء محاولات الدول العربية الآن التقارب مع النظام السوري هل إيران من المتحمسين لهذه المحاولات بالصورة المطروحة الآن عربيا أم أنها من غير المتحمسين لهذا المشروع نعم كما قلت قبل قليل هناك ما يمكن أن نسميها نوع من السياسة أو الاستراتيجية أو الطرح الذي تقدمه الأطراف التي تتحدث مع النظام اليوم يقول أو يطرح فكرة الفصل بين الدور الإيراني الذي يسميه أو يصفه بن قوسين بالمؤذي للوضع في الإقليم وبين الدور الإيراني الذي يتضمن عملية العلاقات والتمدد على كافة المستويات في هذه الدولة أو تلك إيران أعرابت في أكثر من مناسبة عن تشجيعها أو يعني ارتجاحها لفكرة الانفتاح العربي على النظام وانفتاح النظام على الدول العربية وبعض الدول وغيرها وأعرابت أيضا في بيان رسمي عن رغبتها بعودة النظام إلى المنظومة العربية واعتبرت أصلا عزلة النظام من طرف الدول العربية لأن التصرف غير مبرر من طرف هذه الدول لكن أظن أن الأمر لا يقف عند هذا الحد وإنما المخاف الإيرانية والإشكالات الإيرانية تذهب إلى ما هو أبعد أو ما هو خلف مسألة الانفتاح إلى طبيعة الشروط أو الطلبات أو التنازلات المطلوبة من النظام في مقابل تحول هذا الانفتاح من عملية دبلوماسية شكلية وتواصلات وليقاءات إلى شيء عملي بمعنى كما ذكر قبل قليل في اليوم هناك مجموعة من الأزمات التي يمر بها النظام في سوريا مثل مسألة تفعيل أو تشغيل البنية التحتية والتي هي جزء من عملية الإعمار مثل مسألة استعادة خطوط طاقة وخطوط اتصال وتجارة وما إلى ذلك وهذه القضايا تحتاج حتى هذه المكينة حتى تدور تحتاج حجما ليس بالهيئة من الأموال وحجما ليس بالهيئة من الشرعية وتواصلات وإلى آخرين الآن تقديم هذا الأمر يبدو إلى الحد الآن أنه مشروط بأمور معينة من طرف المنظومة العربية على الأقل ظاهرة هي تتحدث عن 2-2-5-4 وتتحدث أيضا صراحة عن طبيعة العلاقة التي تربط النظام بإيران وتتحدث أيضا عن تفاصيل أخرى تتعلق بموقف النظام وما يمكن أن يقدمهم تسهيلات داخلية تسمح بعودة اللاجئين واستعادتهم لأراضيهم وبيوتهم وأشياء أخرى هذه الأمور تتداخل بشكل أو بآخر مع الدور الإيراني اليوم الذي يتحدث أو يتصرف في سوريا وكأن الوضع القائم في سوريا اليوم لا يوجد ما يعكر فيه صفوى الوجود الإيراني والإيرانيين لم يعد يتحدثون عن شراء منازل الأراضي والجبال ولهم يتحدثون عن التواجد فيها بشكل مباشر اليوم مثلا نشهد نحن أخبار متتالية كل فترة عن مقتل مجموعة من السوريين في البادية بميليشيات إيرانية وهم يجمعون مثلا الكماء لأنه إيرانيين أو ميليشيات إيرانية في مناطق معينة تفترض أن هذه المناطق لم تعد يعني لم يعد من المقبول أن يتجول فيها السوريون مثلا وأن يجمعوا فيها مثلا الكماء أو يقوموا بالزراعة أو يقوموا بدور معين وعلى السوريون أن يحجموا عن التواجد في هذه المناطق لأنها أصبح لكن ذكرت بأن إيران تعلم عن ارتياحها لتقارب العرب مع النظام وعودة النظام إلى الحضن العربي وهنا أسأل ضيفي في الستوديو كثيرا ما يقول المسؤولين الإيرانيون ما هو بخلاف مشاعرهم والحقيقية إلى أي مدى يمكن القول بأن هذه الزيارة من ضمن أهدافها طبعا هو وجود قلق لدى النخبة السياسية الإيرانية من انفتاح عربي وانفتاح النظام على الدول العربية انفتاحا يقلل من سطوة وحصة إيران في الملف السوري بالتأكيد يعني إيران وأن هذه الزيارة جاءت لتقليل هذا الانفتاح تمام ذكرت أنا قبل قليل أنه إيران يعني ارتاحت كثيرا من استفرادها بالساحة السورية خلال 12 سنة الماضية وقدمت كل أشكال الدعم وتغلغلت في بنية المجتمع السوري الدولة السورية الاقتصاد السوري في كل شيء وارتاحت لهذا الوجود وبدأت الآن تفكر في ما هي الخطوة التي تلي دمشق لذلك اليوم مثلا وجود نقاط حزب الله وبؤر تهريب السلاح والميليشيات وإثارة العدم الاستقرار والفوضى والتهديدات الأمنية لدول الجوار ومنها الأردن هي جزء من هذا المخطط الإيراني فقط عن اليوم هي تعلم جيدا أن أي مفاوضات بين طرف عربي والنظام ستكون إحدى نقاطه الأساسية علاقة الدولة السورية والنظام السوري مع طهران وتريد بالتالي تنازلا من النظام في تحجيم هذه العلاقة والعودة بها على الأقل إلى حال التوازن في سوريا مع محيطها العربي ومع إيران كدولة دعمة النظام السوري فإيران قطعا هي قلقة من هذا الدور وأصلا محاولات استفرادها بالسيطرة في سوريا من أجل مواجهة محتملة لوجود عربي أو حتى وجود تركي في المستقبل فبالتالي هي لا تتلك أبدا في إرسال الرسالة تلو الأخرى بعد أي محاولة للتقارب مع النظام سواء من خلال الزيارات الرسمية أو من خلال التصريحات بأنني أنا إيران الموجودة في سوريا وأن أي محاولة تطبيع أو انفتاح اقتصادي أو ترتيبات أمنية يسمح بها بالقدر الذي تكون فيه تحت السيطرة الإيرانية لذلك إيران مرتاحة لحراك النظام مع المنطقة العربية بالحد أو إلى الحد الذي لا يهدد فيه الوجود الإيراني أو المصلحة الإيرانية كيف يتم هذا الضبط؟ يتم من خلال سيطرة المباشرة على بشار الأسد اليوم لا وجود لنظام اسمه نظام السوري إلا بالقدر الذي ينفذ فيه الأوامر والتوجيهات الإيرانية لذلك اليوم مثلا ليس فقط المجرم إبراهيم رئيسي وأعلامه من حاول أن يصور هذه الزيارة على أنها تاريخية وحاسمة لا حتى النظام السوري وإعلامه والطقوس التي رافقت الزيارة من الجانب السوري أرسلت لسالة للجميع حقيقة بأن المستفرد بالساحة السورية هو إيران وهذا هنا يعني يخرج سؤال لأولئك الذين يطبعون مع النظام بدعوة أن التطبيع مع النظام سيقلل من النفوذ الإيراني من سوريا وأن محاولة استيعاب يعني سوريا ونظامها في الجامعة العربية أو بالحاضنة العربية أفضل من تركه ليصبح ذو علاقات أقوى طيب هاي اليوم زيارة هذا إبراهيم رئيسي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وزيادة زيارة المراقد والجمهرة السورية هذه المظاهر لم تكن موجودة سابقا في سوريا هذه الجمهرة التي راحت وذهبت وصدحت وصرخت بشعارات وبعبارات وجمل طائفية لم تكن موجودة سابقا هذه رسالة للجميع بأن كل محاولاتكم للتطبيع مع النظام السوري هي مقبولة بحالة وحدة أن تكون تحت الرهان وتحت السيطرة وتحت المراقبة الإيرانية وغير ذلك لن تحققوا أي شيء معذرة أدركنا الوقت بدقيقة ونصف من فضلك أستاذ عباس نحن الآن معادلة من ثلاثة جهات مكونات النظام السوري إيران والدول العربية في هذه الزيارة من هم أكبر الفائزين ومن هم الخاسرون أتوقع بأنه بهذه الحالة صدقا نقول بأن للأسف نظام بشار تم تثبيته فعلا والكيان الإرهابي الإيراني أثبت وجوده في داخل الجغرافية السورية أيضا فعلا وفعلا الكيان الإرهابي الإيراني بدأ يجني ثمار الأوراق التي راهن عليها ولعب بها ويلعب بها منذ زمن بعيد وهي ما يسمى بحزب الله النظام السوري الحوثيين في اليمن الميليشيات الإرهابية في العراق فاليوم يثبت وجوده في سوريا مقابل التخلي عن اليمن يعني الأطلالة أي أن سوريا مقابل اليمن أو اليمن مقابل سوريا سننسحب من اليمن هذا هي مفاد الرسالة ولكن سنبقى إلى ستين إلى سبعين سنة قادمة إلى سوريا لن يفرط النظام بالجغرافية السورية بأي حال من الأحوال ولكن يمكن أن يلعب بالأوراق التفاوض الأخرى في اليمن وفي أماكنه أشكرك أستاذ عباس ختاما مشاهدي الكرام أشكر ضيفية في الستوديو نصر الحريري الرئيس السابق للإتلاف الوطني السوري وكان معنا أيضا عبر سكايب من إسطنبول باس الحفار مدير مركز إدراك للدراسات وعبر سكايب أيضا من تونس العاصمة عباس الكعبي الكاتب الصحفي شكرا لحضراتكم على كرم المتابعة دمتم في حراسة الله